أنشطة شبابية متنوعة ورياضات جديدة تدرجها الهيئة العامة للشباب ضمن الخطط الاستراتيجية ومنها برنامج الرماية بالقوس والسهم اللي يستقطب الشباب الكويتيين كانوا ذكورا أو إناثا هذا البرنامج سيشكل مساحة جديدة أمام الشباب لاستثمار قدراتهم وإبراز طاقاتهم في المجال الرياضي كما في بقية المجالات أعلموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل فرياضة الرماية تأتي من عمق ثقافتنا وتاريخنا العريق رياضة تلقى إقبال منقطع النظير هذه الأوين من قبل الشباب لذلك فقد قامت الهيئة العامة للشباب بافتتاح برنامج الرماية بالقوس والسهم هناك توجه طيب جدا من الشباب إلى هذه الرياضة القوس والسهم التفاعل منتاز جدا الحضور كان منتاز تفاجأنا أن الفتيات تزيلهم الآن بغارب يوصل إلى جهة الخمسين ما شاء الله في رغبة نعزز المواهب هناك مواهب كويتية مواهب شابة فننوع في جميع الأنشطة يهدف برامج الرماية بالقوس والسهم التي تقدم اليوم الهيئة العامة للشباب لتنمية مهارات الشباب في هذه الرياضة ولا شك بأن الشباب الكويتي مبدع في مجال الرياضات الفردية وحصد على مراكز متقدمة جدا على مستوى المحلي وأيضا على المستوى الدولي هذه الرياضة لها فوائد جمى فهي تقوي الجسم وتهذب النفس وتعلم الصبر والإصرار طبعا رياضة الرماية رياضة قديمة جدا نوصل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وفيها فوائد عديدة من فوائد جسمية وذهنية يزيد قوة التركيز يزيد القوة البدنية والنشاط يستهدف الفئات العمرية من عشر سنين وفوق بالتعاون مع جمعية الفيحة والهيئة العامة للشباب والمدينة الفيحة الصحية موجودين شهرين ثلاثة يام بالأسبوع الأحد والثلاثة والخميس تبقى رماية من أقدم وأعرق الرياضات في تاريخ البشرية على الإطلاق والتي ترى هيئة العامة للشباب بأنها مساحة جديدة لإبراز طاقات الشباب من خلالها ديما دحضل تلفزيون دولة الكويت مجاهدين القوس والسهم أداة ذات امتداد تاريخي قديم يعود إلى ما يقارب خمسة آلاف سنة قبل الميلاد وهذه الآلة أو هذه الأداة أخذت أنواع وأشكال واستخدامات متعددة نعم هذه الأداة التي كانت وسيلة للصيد وسلاح في الحروب أصبحت اليوم رياضة ولعبة أولمبية عالمية لها المختصين فيها والمثلونها طبعا الحديث أكثر عن هذه الرياضة معنا فيها الاستدو الأستاذ محمد العميري من إدارة المراكز في الهيئة العامة للشباب أستاذ محمد صباح كلا بالخير وحيا كلا ويانا شنو برنامج الرماية رماية السهم والقوس طبعا لسما فضلت بالمقدمة أو بالتغرير أن أنشطة تخدم الشباب فرماية بالقوس والسهم نحن كنا هي العامة للشباب كان هي البيئة حق برامج الشبابية فالبرنامج قوس والسهم هو برنامج تعليمي بالتعاون مع أكاديمية الكوية الفروسية وأيضا جميع الفيحة يعني صار منطقة فيحة وتحديدا في مركز شاب بالفيحة وهذا التراث المتعاون يعني سوينا أكاد أعفونا الدورة خاصة بالرنامج القوس والسهم الدورة هذه تقريبا مدتها شهرين وأيضا أنا كنت أتكلم عن مختصين ومنظمين للدورة هذه بالأكاديمية أنه سيدخلون خيل بالموضوع ويبون خيل المركز لتدريب على لكن بعد شهر سيضربون الناس ويضربون بالقوس فوق الخيل أنا أعتقد أنه حاليا محاضر أنا عندنا أكثر من مدرب وشخص مختص في هذه في هذه المسابقة بالتحقيق بالضبط وفي الخيل يمشي يعني يركضون وهذه الرمي بالقوس هي أسناد حق الرماية بالخيل يعني هذه مقدمة حق الرماية وانت على ظهر الخيل يعني هوايتين بهواية هذا الأساس بالخيل فهما يدربون الشباب بداية شون ترمي بعدين سأركمون الخيل وترمي الخيل طبعا أنا كنت ممركز وقع رقل الموضوع وقع رتب الموضوع فتدربت شوية وقع أجرب شون أرمي عن عبالة شوفون أنه كان شيء سهل أو شيء فقط أرمي بعدين قاعد أدربني أحد المدربين أقول لا لا فيه تكتك معين أنك تمت إيدك أنك الخد تشدها شون ترمي النشان شون كذا فشيء يعني أنك أستذكر أيام قول المعارك شون يرمون فشيء مو صاعد هذا مو سهل كل شيء زيستاني محمد الشريحة العمرية المستهدفة حق هذه الهواية الشريحة التي تقدمون لها الشريحة العمرية حق الدورة هذه من عشر سنوات إلى عشرين سنة والتسجيل جدا سهل يكون عن طريق يا جمعية الفايحة عن طريق إعلاقات العامة أو العامة للشباب أو أكاديمية الكويت الفروسية عن طريق أكاونتو من الإستجرام التسجيل يعني حين الدورة المبدئية لمدة تغريبا شهر الجزء أول من الدورة حين كل الأعداد تسكرت الحمد لله ولكن في دورات تهاية فحريصين أو الأولاء الأمور حريصين على التسجيل على عيالهم لا دعني أدرهم بالتسجيل جميل تفاعل الحضور إياكم والله التفاعل جدا ممتاز ما ذكرتنا أن الجزء الأول من الدورة أعداد تسكرت يعني والحضور هناك معداتهم لديهم هواية ولكن يدربون أكثر فأرى أن ناس يدربون معدات في القوس لكي يدربون مع المختصين بالأكاديمية هذه شيء حلو استغلال الجهازات الصغيرة على أولوتهم يطلعون روبين هود كويتي ولكن لا يبق لا يبق إن شاء الله إن شاء الله أكيد هناك جهات شاركة أيضا معكم تذكرت مركز شباب الفيحة وهناك جهات أخرى تشارك وتدعم هذا النوع من الأنشطة طبعا هناك من الشباب لدينا تغريبا المراكز كلها تخدم الشباب حاليا عشل مراكز في مختلف منظر كويت كل هذه مراكز تأكاديميات كرة القدم مثلا قبل فترة سونا مع وزارة التربية في مدرستنا وموسعف نعطي دورة لسعافة الأولية لتطالبة تغريبا لستمائة إلى سبعين طالب بحيث لا قدر الله الأسعافة الأولية قد يكون شيء بسيط قد ينقل حياة واحد بعد الله عز وجل لذلك اهتمل الموضوع هذا بالتعاون على الصحة أيضا عندنا في مركز شباب الدعية عندنا دورة خاصة حق الاحتجارة الخاصة فيما يخص كرة الغدم في مدرم مختص حق الاحتجارة الخاصة يدربه مع كرة الغدم وقريبا سيصير بالشامية دورة كرة الغدم حق العلاقات الدهنية بحيث أنه مدرم مختص يدرب على الموضوع هذا ونحن على طول أنصح أي واحد مثلا حاليا يفتح التلفون وشوف أكاونت الهياء العامل للشباب وشوف الأنشطة الموجودة الأسبوعين يتنزل الأنشطة متنوعها للشباب جميل نحن نكون بداية اللقاء وياك نحن نتكلم عن أن هذه اللعبة الرماية بالقصو السهم هي داخل الأولمبياد نقدر نقول أن مخرجات هذه الدورة حاليا التي تابعة الهياء العامل للشباب ممكن نشاركون في الأولمبياد هل لهم طريج أنهم مثلا يجمعون نقاط معينة ومن ثم الدخول لهذه الأولمبياد والأولمبياد موضوع يعني هذا أكيد تهيئة حق الأولمبياد أو حق الارتقاء حق مسببات عالمية يعني يوم يعشو الشباب أنه واجبتهم بموضوع عندهم مشاركات براء الكويت وفي ناس مشاركين مسابقات المعترف فيها فوق الخير براء الكويت نحن نتمنى إن شاء الله ننهيئ الشاب هؤلاء الذين يشاركون أنه يترقون ويرتقون إلى محافة العالمية إن شاء الله أستاذ محمد هيئة الشباب أكيد مقدمة وعندها عدة برامج قادمة حق الشباب يريد لو تكلمنا عن بعض هذه البرامج اللي أنتم مجهزينها حق الشباب مستقبلا تمام عندنا برامج مثلا مثلا مثل ما ذكرت أكديمة كورة الغدم موجودة أيضا كان عندنا دورة هي مثلا من دورات حرفية تحتاج بالتراث الكويتي دورة صناعة البوم سأخذ دورة قادمة إن شون تسوي بوم مجسب من الحطوبة إلى البوم كامل وعندنا أيضا نصر نزائي مشارك ومثلا دورات دورات وادي الشباب بشون الأعمال الإلكترونيات والكمبيوترات وبايد أشياء حلوة يعني فإن شاء الله مثل ما ذكرت أنا الأكاملتها يعاني من الشباب في الدورات القادمة ودورات السابقة وتقريب كامل عن أنشطة الهيئة إن شاء الله رسالة توجهها للشباب بشكل عام والله أنا أقول مثلا حق الشباب يعني وقتكم لا يضيع بالإجازة يطافة يمكن في بعض الناس ما استغل لها وأيضا المدارس يعني أنشطة الشباب ترحب فيكم وهذه هيئة من الشباب وحق الشباب تخدم مواطن المقيم فحياكم الله وشوفوا الأكاونت وأغلب ترحب الانشطة يعني بدون مقابل يعني إذا ممكن له يعني فأنصح أن بدرون فيها وإن شاء الله يعني سيبدون منها إن شاء الله الأستاذ محمد يعني هذه جهودكم أكيد تشكرون عليها وأكيد هذه فرصة للشباب أنه يستثمر وكتب أشياء أكثر فائدة وتعود عليه ويكتشف هواياته الله يمتلكم إذن الأستاذ محمد العميري من إدارة المراكز في العمل الشباب شكرا جزيلا على حضورك معنا حياة الله وأنت ما قصرت كلكم على يتاح هذه الفرصة شكرا جزيلا بارك الله فيك